وبيتوغورت أيضا حجزت مصالح الأمن 32 ألف وحدة كحولية كانت على متن شاحنتين موجهة لإغراق السوق المحلية بطريقة غير شرعية أغلبها أجنبية الصنع وتقدر قيمتها بحوالي 3 مليارات سنتيم العملية تأتي في إطار مكافحة ترويج المشروبات الكحولية خصوصا مع اقتراب رأس السنة الميلادية تزامنا مع حلول رأس السنة الميلادية والتي تعرف المشروبات الكحولية رواج وتهريب لهذه المادة تمكنت مصالحها مؤخرا من حجز كمية معتبرة من هذه المادة التي كانت موجهة للاستهلاك المحلي بدائرة اختصاصنا وللترويج بالولاية ككل تمكننا من حجز كمية معتبرة من هذه المادة كانت محملة على متن شاحنتين الأولى كانت تحمل 11 ألف وحدة من مختلف الأشكال والأحجام والشاحنة الثانية كانت تحمل 21 ألف وحدة وخاصة المشروبات المستوردة بفضل تفطن مصالحي قمنا بإحباط هذه العملية التي كانت ستغرق السوق المحلية بهذه المادة ترجمة نانسي قنقر